السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده معايا فيديو عملي لتوضيح لوحة تحسين معامل القدرة اللوحة ديه التمن مراحل من خلال الفيديو ده هتطلع بشوية معلومات كويسة كملوا للنهاية هنبدأ اول حاجة كده زي ما انتوا شايفين دول التلات فازات الفازة الاولانية اللي واحد والفازة التانية اللي اتنين والفازة التالتة اللي تلاتة ودول التلات فازات اللي جايين من اللوحة الرئيسية علشان يغزوا لوحة تحسين معامل القدرة يعني اللوحة الرئيسية اللي هي المين دي بي او المين ديستريبيوشن بانيل جاي منها التلات فازات منها على البراط فيه قاطع ركبينك على التلات براط الرئيسية والخارج بتاع القاطع هو التلات كابلات اللي انتوا شايفينهم دول اللي واحد واللي اتنين واللي تلاتة علشان يدخلوا بعد كده على القاطع الرئيسي للوحة تحسين معامل القدرة اللي هو القاطع ده تمام طيب خارج القاطع ده لو خدنا كده بنا هنلاقي ثلاث فازات الفازة الاولينية اللي واحد باللون الاحمر والفازة التانية اللي اتنين باللون الاصفر والفازة التالتة اللي تلاتة باللون الازرق وده الستاندر كالر كود ديت الالوان النمطية الستاندر او القياسية اللي موجودة عندنا في مصر طيب هتلاقي هنا ملحوظة في تكسيحة كده البارة ديت متكسحة كده برم وبعد كده واخد بارة رئيسية علشان يغزي مجموعة الكنتكتوريات اللي فوق عن طريق الفيوز طبعا والبرات نزلة من خلف لو خدنا بنا كده من وراء هنشوف الكلام ده كل دلوقتي هنلاقي الثلاث فازات نزلين من وراء عشان يغزوا المجموعات اللي موجودة تحت طيب نكمل علشان الصورة تبقى اوضح بين هنا الثلاث فازات كاملين همت ومتاخد بقى البرانشز او الفروع اللي هتروح بعد كده للمكسفات هنشوف ديت بتمثل الخطوة الاولى ديت فيوز الحماية اللي هتدخل دلوقتي على الكنتكتور والكنتكتور هيبدأ يدخل على المكسف دي المجموعة الاولى المجموعة التانية التالتة الرابعة الخامسة طبعا بنحمي المكسفات بالفيوز لانها بتبقى سريعة الفصل والحماية بتاعتها اعلى من انت تستخدم القواطع الكهربية تمام عشان كده بنستخدم الفيوز لاحظ معايا اهوت يا جماعة الفيوز الاولانية بتاع الخطوة الاولانية دخل على الكنتكتور الاولاني والكنتكتور الاولاني ده واتخرجه هيروح ليه المكسف اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي اهوت المكسف اللي جوه ده دول عندنا ثلاث مراحل ادي المرحلة الاولى المكسف الاولاني هو خارج الكنتكتور ولاح المكسف الاولاني والمرحلة التانية او الخطوة التانية الكنتكتور الخارج بتاعه راي على مين على المكسف التاني اللي هو المكسف ده والمرحلة التالتة راح على المكسف التالت تمام يبقى دول الثلاث مراحل الاولانيين عندنا خمس مراحل موجودين تحت لسه هنشوفهم مع بعض دلوقتي ادي مرحلتين كمان اهمت دي المرحلة رقم اربعة او الخطوة رقم اربعة والخطوة رقم ست تمام طيب الخطوة رقم اربعة مكسفين وتوصلين مع بعض لان انت عايز كيلو فار معين في المرحلة دي ففيه عادي جدا توصل مكسفين مع بعض في المرحلة دي عشان يديك كيلو فار اللي انت محتاجه المرحلة رقم خمسة او الخطوة رقم خمسة نفس الكلام عندي مكسفين اهمت خارج الكنتاكتور ده متوصل على المكسفين دول برضو علشان يديني كيلو فار معين تمام طيب انزل بعد كده للمراحل اللي موجودة تحت يبقى انا كان عندي فوق خمس مراحل عندي تحت هوت البراط اللي هي جاي من وراء القاطع بتغزي التلت مراحل اللي موجودين اسفل اللوح ادي برضو مجموعة الفيوز الحماية للمرحلة رقم 6 والمرحلة رقم 7 على الكنتاكتور وهنا المرحلة رقم 6 زي ما باين كده برضو متاخد عليها مكسفين مع بعض على نفس الكنتاكتور بكيلو فار معين طيب نيجي برضو للمرحلتين اللي تحت رقم 7 وتمانية برضو هنا في مكسفين وهنا في مكسفين طيب السرموستات دهوت من البقرة دي عند درجة حرارة مثلا 30 درجة مقوية عايز المروحة تشتغل فتشتغل اوتوماتيك عن طريق مين عن طريق السرموستات هنشوف المروحة دلوقتي مع بعضي كمان شوية ودي طبعا القواطع بتاع الكنترول اللي متوصلة على السرموستات ومتوصلة على الكنترولر اللي هنشوفه كمان شوية ده الكنترولر هات يا جماعة ده الكنترولر اللي بتحكم لي فيه المراحل الكنيكشن دي apart ده الكنترولر وهو الرهولكو دلوقتي فيه ملف PDF التفاصيل بتاعته عاملة ازاي تمام ده الكنترولر اللي بتحكم فيه مجموعة المراحل التمانية يعني ده الكنترولر تمام مراحل هات لو جاءنا من بص هنا كده ديّن المرحلة الأولى لحد المرحلة التامنة هوفضح لكم الكلام دلوقتي ويبقى بشكل واضح جداً في الملف اللي أقول لكم كمان شوي طيب ده الكنترولر اللي بتحكم في المراحل التمن مراحل اللي موجودين عندنا هدخل منهم مرحلة هدخل منهم مرحلتين مع بعض هدخل منهم المرحلة الأولى والتأمنة الأولى والستة الخمسة والربعة هو ده اللي بتحكم لي فيه المراحل علشان يحسن معامل القدرة طبقا للحمل اللي موجود عنده طيب ديت الوجهة عبارة عن 8 لد لأنهم 8 مراحل اللد الأولاني ده بيمثل المرحلة الأولانية والتانية بيمثل المرحلة التانية وهكذا لحد المرحلة التامة طيب لو المرحلة الأولى والتالتة دخلوا مع بعض هتلاقي اللمبتين دول بس للمنورين لو المرحلة الأولى والخمسة دخلوا مع بعض هتلاقي المرحلتين دول بس اللي منورين وهكذا طيب دي طبعا المفاتيح ده المفتاح بتاع السيتنج وده المفتاح اللي بيزود القيم ويقلل القيم تبقى ليه السيتنج اللي هيتعمل والسيتاب هنا موجود زي ما انتم شايفين كده لو عايز تعمل سيتاب للنوع ده من الكنترولر الخطوات موجودة بكل سهولة ما فيش فيها مشكلة خالص الموضوع سهل نيجي بقى ليه الكنيكشن دايجرام اللي انتم شايفينه ده اللي كان موجود على ظهر الكنترولر في الفيديو العمل هتيجي هنا ده الكنترولر هات يا جماعة والأطراف اللي بيتبقى دخلة وخارجة منه هتلاقي أول طرفين عندك اللي هو الـ L1 والـ N ده هياخد مصدر التغذية الـ 220 فولت هنجيب طرف من الـ L1 من المصدر الرئيسي تمام هندخله على فيوز 2 أمبير وبعد كده هندخله على الـ L1 في الكنترولر هنجيب طرف النيوترال برضه وندخله على طرف النيوترال في الكنترولر يبقى ده الـ Voltage Inputs الـ 230 فولت AC سواء كان 50 هرتز أو 60 هرتز طيب بعد كده في طرفين في الكنترولر اسمهم K1 و I1 دول بتوع محاول الطيار محاول الطيار بنيجي على فازة من الثلاث فازات جايبين هنا L1 هيت هنلاقينا مركبين محاول طيار وناخد الطرفين بتوع محاول الطيار الطرف ندخله على الـ K1 والطرف الثاني ندخله على الـ I1 علشان نقس الطيار اللي موجود على الفازة دي بعد كده هتلاقي الخارج بتاع 8 مراحل الخارجة هوت بتاع المرحلة الأولى متاخد على الـ Contactor الأولاني اللي كان فيه الفيديو العمل اللي شفناه مع بعض تمام كده المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى الـ K1 دي بتمثل الـ L بتمثل الـ L أو طرف الحار اللي جاي من خارج الـ Controller علشان يشغل لي الـ Contactor وهتلاقي الطرف الثاني من الـ Contactor ونتوصل به الـ Neutral زي ما شايفين كده بالظبط طيب الـ Contactor طبعا أطرافه الرئيسية أو النقاط الرئيسية متوصلة واخديني الثلاث فازات زي ما شوفنا في الفيديو العملي هتلاقي الفازة الأولانية L1 متاخدة على فيوز والفازة الثانية متاخدة على فيوز والفازة الثالثة متاخدة على فيوز ودخل على النقاط الرئيسية لـ Contactor وخارج النطاقات الرئيسية لـ Contactor خارجة على المكسفات زي ما انتو شايفين كده بالظبط ناخد بالنا برضو من نقطة مهمة أنه فيه نقطة موجودة فيه الـ Controller اسمها C تمام؟ واخدى كهرباء من الفازة رقم 3 والحاجات دي مهمة جدا علشان إريات الجهد هنا وإريات الطيار اللي جاي من محاول الطيار عشان يقيس معامل القدرة الفعل اللي موجود في الشبكة وعلى أساسه يبدأ يدخل مجموعة المراحل اللي موجودة تبقى ليه معامل القدرة اللي موجود يعني أنا مثلا عايز معامل القدرة أنا ظبطه على الـ Controller أنا عايزه 95 من 100 هو يجيب في لحظة ما قاس الطيار وقاس الجهد وقدر يجيب معامل القدرة اللي موجود في اللحظة دي قال إن هو مثلا 85 من 100 فيبدأ يدخل المرحلة رقم 1 مثلا علشان يحسن معامل القدرة لـ 95 من 100 وهكذا من نسبة للقياسات اللي أعملها فيه أوقات مختلفة تبقى لمعامل القدرة اللي هو موجود في الشبكة دلوقتي والمعامل القدرة اللي أنا أحطه في الكنترولر عشان يوصل اشتركوا في القناة